اشتركوا في القناة من مساء يوم الثلاثاء وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يمكث القمر في هاي المنزلة حتى تمام الساعة وحدة وستة واربعين دقيقة من بعد ظهر اليوم الأربعاء ستة أربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء طبعا القمر موجود في برج الجوزاء هذا اليوم وهاي الفترة طبعا هذا اليوم ونصف يوم الغد أنه مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال وعلينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا اليوم الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية بطيئة بلشت تأثيراتها هي تأثيراتها سريعة يعني مدة تأثيراتها تقريبا هي بتبدأ من اليوم اللي هو ستة أربعة وبتستمر لغاية يوم ثمانية أربعة لأنه ذروتها يوم سبعة أربعة يعني ثلاث أيام مدة التأثير تبع هذه الزاوية وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهي ذروتها رح يكون يوم سبعة أربعة ساعة تنعش وسبعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور بشكل جيد ومفيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر يوم بتأثيراتها هي زاوية الاقتران الإيجابية بين عطارد وبين الشمس طبعا اليوم هو آخر يوم لتأثيراتها وهي الزاوية دائما عندما بتصير بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي كان صعب علينا أو تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية الاقتران السلبي اللي بين المريخ وبين زحل واللي هي مستمر تأثيراتها لغاية يوم ثمانية أربعة طبعا هاي الزاوية هي اللي بتزيد من المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي عادة بتخلف مشاكل عديدة كما أنها بتزيد من العصبية وعلينا في هاي الفترة أننا نتمالك عصابنا وضبط النفس عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة أنه ممكن يتفاقم المواجهة هاي لمشاكل أكبر برضو بتتفاقم عنا أي شعور بالملل في الفترة هاي وبيتحول لامتعاض داخلي وبينعكس على علاقاتنا مع الغير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران الإيجابية بين المشتري وبين نبتون وهي حكينا أنه ذروتها يوم 12 أربعة ولكن تأثيراتها المباشرة أو القوية لغاية 25 أربعة هي زاوية مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وهي الفترة تنتهي فيها وضعية حرجة وممكن بعض الأشخاص يقعوا في الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل فعنا زاويتين تزديس إيجابيات مع القمر أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون في تمام الساعة 12 و30 دقيقة بعد الظهر فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس الإيجابي اللي رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي دروتها رح تكون ساعة 59 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش فمنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات التقريبا العصر لغاية ثاني يوم الصبح بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية لأنه ممكن العديد يشعروا بضغط فيها أو بعض الآلام فيها اللي لازم يراجعوا الطبيب إذا شعروا بأي آلام أو يقدروا يأخذوا الوقاية اللازمة الأعضاء هاي اللي هم الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائية الريئتين الوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وحركة الشعيرات الدموية اللي هي نظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء عمليات جراحية إن كان عمليات جراحية تجميلية أو جراحية طبية كعمليات مثلا إلا أن الزهرة بلش في مكان قوي جدا لإلو وارتفعت نسبة الحضوض بشكل عالي شوي ولسه بتزداد طبعا مع الأيام ولكن هذا اليوم من الأيام المناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح لقص الشعر العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا فطبعا اليوم مناسب جدا إن ممكن إنه بعض الآثار لآلام مكان اللقاح وهي بندول حاله ممكن يفي بالغرض إذا كان في آلام كثيرة بالكتف محل اللقاح طبعا مدته بكون يومين أو ثلاث أيام فقط يعني كريم فوسدين أو حتى البندول لحاله بيفي بالغرض بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الجوزاء معناته زي ما حكينا دائما قلوه المسار القادم رح يبدأ يوم الخميس يوم سبعة أربعة بيبدأ في تمام الساعة ثلاثة وأربعة عشر دقيقة صباحا بيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وتسعة وتلاثين دقيقة بعد العصر ليستقر القمر بعدها وينتقل لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اللي هو الهلال الجديد اليوم واضح الهلال بشكل أكبر وبيبين إنه عمره خمسة لست أيام في تمام الساعة خمسة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بيصير عمره ست أيام نسبة الإضاءة خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة طبعا هي سعيدة بنسبة سبعين في المية الآن ولكن مع ساعات الصباح بيصير سعيدة بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في الجوزاء حتى يوم سبعة أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ولكن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الحمل حتى يوم 11 أربعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الحوت حتى يوم 2 خمسة البلشت ترتفع السعودة فاليوم سعودتها بنسبة 25% المريخ في الدلو حتى يوم 15 أربعة منتحس بنسبة 25% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربع سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما ولد برج الحمل طبعاً القمر استقر في البيت الثالث لإلكم فاليوم عندكو نشاط عالي جداً بالتنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة يعني اليوم عندكو حركة يعني نشطة جداً يعني هاي الفترة فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم إشي إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط إنك تتحلى بالليوني والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك الزيارات والاتصالات والتنقلات برج الثور بالنسبة لما ولد برج الثور طبعاً اليوم نشاط عالي جداً على الأمور المالية فاليوم رح تنهمكو بضبط ميزانيتكم أو ترتيب فواتير أو دفعات لإلكم أو استحقاقات مالية أهم شي إنكو تتجنبوا النفقات اللي ماء الها داعي ممكن تقلقوا بشأن مصاريف إلا علاقة بتصليحات أو استحقاقات فواتير أو شيء من هذا القبيل أهم شي إنكو تتجنبوا نزوات التسوق هذا اليوم وحاضروا من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات ومن المحتالين برضو وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع يبتنشغلوا بمسائل مالية متنوعة برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة طبعا القمر بما أنه استقر عندكم في البيت الأول اللي هو برجكم فاليوم أنتوا عندكم قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها اليوم رح تلمسوا انفراج على عدة أصاعدة ورح ترتفع المعنويات أكثر من الأيام الماضية ورح تكون معنوياتكم مرتفعة بشكل ملحوظ أهم شي إنكو تواجهوا الواقع أو واقعكم بمنطق وعزيمة وممكن تتلقوا اليوم جواب كنتوا بتنتظروا هاي فترة بتتوضح فيها كثير من الأمور لا إلك وبانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة رح تبدأ فيها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بدهم يديروا بالهم اليوم ولغاية الغد لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب اللي هو في برج الجوزاء فبضل التعب مسيطرة عليكم لليوم الثاني فبدكوا تضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبهوا كثير لغذائكم وراحدكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعالات حاولوا أنك تأخذوا قسط من الراحة أو بس أن تعملوا الأمور الروتينية فأهم شيء أنك تحذروا من الفشل والالتباس أو تراجعوا الصحي عشان هيك هذا اليوم لا يصلح لاتخاذ القرارات برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا القمر في البيت 11 لألكم اللي هو العلاقة بالنشاطات الاجتماعية فعشان هيك اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وهي فترة مناسبة لطلب استشارة أو لتأييد أحد الأشخاص لألكم أهم شيء أنه اليوم شوي ممكن أنك ما تقدر تنجز كل أعمالك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم ممكن اليوم تستشير أهل الإختصاص بتطمئن مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهم شيء أنك ما تستسلم حاول أنك تتفاقل بالخير ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء القمر الآن موجود في بيت السمعة فعشان هيك بتكون تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل أهم شيء أنك تقدموا أفضل ما عندكم لأنه إذا اجتهدتوا اليوم ممكن تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ أو يصير فيه نوع من أنواع التكريم أو حتى نوع من الإشادي بجهدكم فعشان هيك بدك تكون على قدر المسئولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم لا إلك حاول أنك تدعى خجلك جانباً وعبر عن أراءك بثقة وجراءة ولكن بدون انتقادات لاذعة تجنب الكلام القارص والحد برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان القمر موجود في البيت التاسع لإلكم واللي له علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والامتحانات ولكن اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد فهذه فترة حافلة بالنشاطات إيجابية جداً ابحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما وبتكثر عندك الانشغالات الإدارية فعشان هيك برضو بدك تنتبه من بعض المتاعب الصحية اللي ممكن تكون إلك أو لا حد الأحبة وركز بشكل جيد على هذا اليوم عشان تستفيد من كل إيجابيته برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً القمر موجود في البيت الثامن اللي العلاقات بالأموال المشتركة فعشان هيك اليوم ممكن تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة أهم شيء انكم تساروا على ترتيب أوراقكم وملفاتكم ومعاملاتكم انجزوا كل الأشياء المهمة ودققوا فيها بشكل جيد اليوم انت بتحتاج لخبرة أحدهم ممكن لإنقاذك من ورطة أو لا استشارته في عمر ما أهم شيء انك ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء اليوم نشاطك العلاقة إما بالبنوك أو بالمؤسسات القانونية أو بعموال الشريك برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا القمر الآن صار مقابلكم تماما في بيت الشراك المالية والعاطفية فعشان هيك اليوم تقدروا انك تعززوا الشراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة وهاي فترة شوي لأن الطاقة بتكون ضعيفة فيها فبكون فيها نوع من أنواع الصعوبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات ممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة وممكن تعاكسك الظروف وتظهر معاكسات كبيرة فعشان هيك بدك تضبط أعصابك وما تنفعل أهم شيء انك ما تخالف القوانين وما تكون ساخر وابعد عن العدائية أو المشاكل برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا القمر صار موجود في البيت السادس البيت السادس اللي له علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة فعشان هيك اليوم بتكونوا تواصلوا كل الأعمال اللي انتوا مشغولين فيها تحاولوا تنجزوها وحاولوا إنه تكون الأعمال المهمة هي اللي انتوا رح تركزوا عليها انتبهوا برضو لصحتكم بشكل جيد وحاضروا من التراجع الصحي إذا شعرتوا بأي شيء غير اعتيادي ما في شيء بخوف ولكن للإحتياط إذا شعرت بأي شيء راجع طبيبك طبعا مدك تباكر لعملك وحاول إنك تترك مساحة للغير للتحرك ما تدخل بأي عدائية ما بينك وبين زملائك في العمل حاول إنه اليوم برضو ما تتخذ قرارات فاصلة يعني بدك تكون مرن بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا القمر صار موجود بالبيت الخامس اللي هو بيت الحظ وبيت العاطفي وبيت الحب وبيت الهوايات فاليوم ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش اليوم فرحة ونجاح ولكنك ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحباك أو يكون في نوع من أنواع النصائح واليوم ممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك فحاول إنك ما تنسى رد الجميل برج الحوت بالنسبة لما وديد برج الحوت طبعا القمر استقر الآن في البيت الرابع اللي هو بيت البيت وبيت العائلة فاليوم رح تنشغلوا وتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شيء إنك تخصص وقت مهم لعائلتك ولشهونك الخاصة ممكن يكون في مناسبة أو اجتماع أو لقاء أو إنشغال عائلي أهم شيء إنك ما تتسرع في الحكم على الأمور وعلى الأشخاص بشكل متسرع بدك تكون حذر وتحاول تراجع حالك ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك أو بعض الأعطال المنزلية اللي تتطلب منك الاهتمام هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر